السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية اليوم إن شاء الله وتتمة لسلسلة أتوغ ديمو سوف نرى فعلا جديدا وهو إكخيغ يعني يكتب سوف نتعرف على جميع أو معظم الكلمات التي لديها علاقة بهذا الاسم أو التي هي أصلها من هذا عفوا من هذا الفعل لا تذهبوا بعيدا ابقوا معي أتوغ دي فارب إكخيغ حول الفعل يكتب هذا ما أخبرتكم به اليوم إن شاء الله سوف نتعلم مجموعة الكلمات هي آتية أو مصدرها الفعل يكتب باللغة الفرنسية إكخيغ أول كلمة أو كلمتين سنبدأ بهما وهما غي إكخيغ وغي إكخيغ كلتا هاتين الكلمتين تعني إكخيغ دونوفو يعني أن تكتب مرة أخرى أو أن تكتب شيئا من جديد سبق لك وكتبته وأن تعيد كتابته إذا وجدتم غي إكخيغ أو غي إكخيغ لهم نفس المعنى يعني أن تكتب شيئا من جديد سبق لك وكتبته وسوف تعيد كتابته للمرة الثانية هذا هو المعنى المقصود الكلمة الموالية وهي أكري أكري ككلمة يعني أنكري أكري يعني واحدة الوثيقة أو بصفة عامة واحدة المكتوب قام بكتابته شخص ما ذلك المكتوب يسمى أنكري أي شيء قام أي كتابة قام بتخطيطها شخص ما يسمى أنكري كيفما كانت نوعية هذه الكتابة أو المقصود منها يسمى أنكري مكتوب باللغة العربية مكتوب الكلمة الموالية وهي أكريط أكريط مرسو بأس مرسو بأس مرسو بأس مواد مختلفة من مواد مختلفة من خشب من حديد من كارتون على الوكال يظهر عليها بأحرف كبيرة une information لدينا المعلومات تهم الجمهور أو أشخاص أي شخص مهم الجمهور الناس تهم الناس بالعربية اللافتة ذلك الشي المكتوب على اللافتة أو تلك اللافتة تسمى إكريتو ودك المواد سوف قلنا عليه سوف ریکتانجولير وماتير divers هذا هو المقصود بإكريتو تلك اللافتة الكلمة الموالية وهي إكريفان إكريفان personne qui rédige des œuvres littéraires des œuvrages scientifiques يعني الشخص الذي يقوم بكتابة يعني des œuvres littéraires يعني كتب أو كتب لترار أدبيا des œuvres لترار يعني واحد الكتب أدبيا أو des œuvres scientifiques أو علمية المهم الشخص الذي يقوم بكتابة كتب نسمي إكريفان كاتب مصطلح بالضبط الكاتب الكلمة الموالية وهي إكريتر إكريتر يقصد بها إن إكريتر دو كوميدي يعني ما دا نقصد هنا هو إكريتر و إكريفان إكريتر مقابلها أو سينونيم ديالها أو المرادف ديالها إكريفان يعني قلنا إكريفان يا كاتب ولكن إكريتر يكون تخصصه الكوميديا يعني يكتب مسائل أو يكتب نصوص لديها علاقة بالفكاهة كاتب متخصص في الفكاهة الكاتب المتخصص في الفكاهة لا نقول عنه إكريفان ولكن نقول عنه إكريتر هكذا يطلق عليه في اللغة الفرنسية إكريتر الكلمة الموالية وهي إكريتر إكريتر إتوى كفر نسيسر dans lequel on trouve tout ce qui est nécessaire pour écrire المكان مثلا صندوق صغير أو محفظة أو أي شي يمكن أن تضافيه نسيسر dans lequel on trouve tout ce qui est nécessaire pour l'écriture pour écrire عفوا يعني واحد صندوق أو محفظة نضع فيها كل ما يهم الكتابة كل شي نستعمله من أجل الكتابة ذلك الشي يسمى un écritoire غالبا يكون مثلا صندوق صغير تضع فيه الأدوات التي تحتاجها ربما الحبر القلم الريشة مسترة أو أوراق أو أشياء من هذا القبيل تجمعها في صندوق صغير يسمى un écritoire الكلمة الموالية وهي وهي يكري 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 أن يكري يكري يعني هو الشخص الذي يحب أن يكتب كثيرا سوف نقول عنها يكري هو ليس كاتب ولكن يحب الكتاب وليس كاتب بما أنه ليس كاتب يعني أنه ليس متخصص في الكتاب ولكن يحب الكتاب نقول عنه إكري مثلا الأخت في الطماء الشاري يمكن القول عليها بأن يكري مؤنة إكري وهي إكري لماذا لأنها تحب الكتاب كثيرا تجدها حاضرة بقوة في التعليقات في جميع الدروس التي أضعها تكتب تعليق تعليقان ثلاثة تعلق على تعليقات الآخرين تشجعهم على الكتاب صراحة أنا أشجع كثيرا على ما تفعله لأنها بهذه الطريقة تشتغل بطريقة ذكية صراحة الأخت فاطمة شلي لأنها تقوي لغتها عن طريق الكتاب وتكرار ذلك شكرا أخت فاطمة شلي وأنا أشجعك على هذا إكريفز يعني تحب الكتاب استمر الكلمة الموالية تريد أن تريد أن تنعته تريد أن تنعته بأنه غير مهم تقول له يعني أنت كاتب غير مهم تريد أن تنعته بهذا تقول له يعني كاتب غير مهم كاتب غير مهم كاتب غير مهم ولكن ولكن عندما يكون شخص كتاباته سيئة المهم المقصود من كل هذا الكلام أن كتاباته غير جيدة وسيئة إذا كان فعلا هو هكذا نقول عنه يعني كاتب كتاباته يكتب كثيرا ويكتب بسرعة وكتاباته سيئة نقول عنه الكلمة الموالية وهي اكريتور اكسيون ايفيكتور يعني اكريتور يعني العملية ديالكتابة عندما تكتب أي شخص يكتب نسمي هذه العملية كتابة اكريتور وهي الكتابة هذه الكلمة أضم الجميع يعرفوها ولكن فقط لتأكيد هذا ولكي نظهر بأنها أصلها من الفرب اكريتور الكلمة الموالية وهي معناها يعني أن تكتب بالمساعدة أو بالتشارك مع شخص آخر ربما تتساعدون في كتابة ملخص في كتابة فقرة كتابة أي شيء تلك العملية في تلك اللحظة تصبحان كو إكريغ تقومون العملية هي كو إكريغ كما هي أيضا أصلها من الفرب إكريغ ولكن عندما دائما دائما لاحظوا بأنه عندما نضيف كلمة كو في بداية كلمة تعني التشارك كو إكريغ سوف تلاحظون هذا كثيرا بأنه دائما عندما نضيف سي أو يعني كو في بداية كلمة تعطينا المعنى ديال أنه هناك تشارك هناك شخصين أو مجموعة الأشخاص يقومون بهذه العملية كو إكريغ يعني إكريغ يعني تشارك مع شخص آخر في الكتابة هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا قد استفدتم معي لا تنسوا مشاركة رابط الدرس مع أصدقائكم لكي تعمل فائدة على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء